الطمور الجزائرية تعتبر من بين أجود أنواع هذه الشعبة في العالم حيث تتربع على صادرات المنتوجات الزراعية بنسبة 90% كما تحظى بسمعة محترمة في الأسواق الدولية خاصة وأنها توجه إلى 75 دولة بالعالم تتسيد هذه الشعبة يعني شعبة الطمور صادرات المنتجات الزراعية في بلادنا بحصة فوق 90% ضد إلى ذلك السمعة الجيدة التي باتت تحظى بها لدى المستهلكين جزائرين والأجانب وهذا ما لحب ماه عبر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والأجلبية وتعول وزارة التجارة على تنويع الصادرات الوطنية خارج مجال المحروقات وكذل رفع من قيمة صادراتها من التمور إلى 250 مليون دولار نحو 150 دولة أفاق 2024 أنا لحد الآن صدر تقريبا 75 بلد اليوم أحد العارضي قال لي إن شاء الله سنصدر الكورية الجنوبية صدر 75 بلد لكن الهدف والوصول إلى 150 دولة في نهاية 2024 على الأقل برقم لا يقل على 250 مليون دولار كصادرات وبهدف الترويج للمنتوج الجزائري تم تنظيم أبواب مفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها لتكون بذلك الفرصة متاحة للعارضين والزائرين على حد سواء لتعزيز فرص التعاون وولوج أسواق وطنية ودولية جديدة والغرض من هذا المعرض لنجيناه باش نكونوا إن شاء الله علاقات تجارية حول كيف نستقطب أكبر زبائن في هذا المعرض إن شاء الله تكون بادرة خير وتكون إن شاء الله بوابة لنا باش نصدر المنتوجات تانا نحن فجئنا مفاجأة جميلة جدا بجودة التمور الجزائرية ومشتقاتها ومن هنا وجدنا فكرة أن تعصل بيننا وبين الشركات الجزائرية والشركات التشادية مشاركة عملية لتصدير التمور من الجزائر إلى تشاد وتتوفر الجزائر على 18 مليون نقل وبكمية إنتاج تجاوزت المليونة سنويا لتبقى بذلك تحتفظ ومنذ سنوات بتصنيفها في المراطب الخمسة في مجال إنتاج التمور عربيا وعالميا